قسم الكشفين في النادي وببساطة القسم ده هو المسؤول عن ترشيح اللعيبة لإدارة النادي بناءً على المراكز اللي طلب المدير الفني تدعمها وده لأن المدرب مش حيضر يتابع عدد من اللعيبة بتركيز لمدة موسم أو اتنين أو يحكم على لعيب بره فرقته من فيديو على يوتيوب وده الدور الأساسي للكشفين وتحته شوية حاجات فرعية زي مدى قدرة اللاعب على الانسجام مع الفريق والإقامة في البلد وسماته الشخصية اللي ممكن تأثر على مستقبله مهما كان مستواء الفني جيد فمش هتلاقي نفسك بتقع في صفقات كسر زي سليماني كوليبالي يسيبك ويغرب برونو سافيو ما يكملش معاك الموسم سانسون أصلا ما تبقاش عارف إذا كان مهاجم ولا بيلعب أصلا كورة وطبعا متابعة بطولات زي كاس أفريقيا للمحليين وبطولات الناشئين والشباب اللي نادرا ما بتستفيد منها الأندية المصرية فيقدر قسم الكشفين إن هو يخرج منها بكذا اسم مناسب للأندية فنيا وماديا ودي على فكرة حاجة مش بس لازم يهتم بيها النادي الصغير نادي بحجم ريال مادريد عنده جوني كلافت اللي قدم فينيسيوس رودريجو فالفيردي ولعيبة تانية وفرت على ريال مادريد فلوس كتير وكانت استثمار كبير جدا للمستقبل هل ريال مادريد نقصه فلوس أو مش قادر إن هو يضم أفضل لعيبة في العالم؟ فتخيل بقى مستوى الأندية الشعبية عندنا اللي دايما بتشتكي من قلة الموارد ووجود قضايا كتير في الفيفا من مدربين ولعيبة أجانب بيطلبوا برواتبهم المتأخرة فقسم الكشفين ده اللي هو فعليا تأسيسه ممكن يكون ثمنه أقل من ثمن صفقة بتجيبها يقدر يوفى لك فلوس كتيرة ويجنبك خسائر أكتر في مدربين ولعيبة كسر